تعالى دروح لكلام مهم نهاردة قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار وزير الداخلية بحظر إطلاق النار في الأفراح واللي هيعمل كده هيتم إلغاء ترخيص السلاح بتاعه في حال ثبوت الواقع طبعاً الثبوت بيبقى الحاجات دي سات يعني ايه حد في الدنيا عنده سلاح فاهم أن الطلقة لما بتطلع هيبان من الظرف بتاعها أنها خرجت المصورة هيبان أنها طلعت الطلعة ده غير الشهود اللي بيبقوا موجودين إلى آخره طيب لازم بس فاهمين بنعم أو بالأدق ليه الداخلية مش عايزك تعمل كده وليه المحكمة أيدت قرار الداخلية لازم تبقى أنت فاهم فيه كم مرة حد قرر يجامل طلعت طلقة جابت أجل حد أو تسببت فعاها لحد أو قدت ولو حتى لإصابة يا سيدي هفتكر أنها بسيطة لحد طب ولازمته إيه؟ إحنا عارفين إن مؤخرا حصل وقعة تسببت برضو عشان ضرب النار في الفرح والتاب الحي وبالنهاية القصة اللي فيها هي جماعة السلاح ما فيهوش هزار زمان لما يعني الواحد استلم يعني أول مرة الواحد مسك سلاح في إيده يتقال له كده السلاح ده شيطان فاخد بالك أول طبعا سلاح أنا مسكته كان بندق أرش رمسيس إنتج مصانع الحربية بتاعتنا بتاعت مصر أول حاجة قالتلي كده أمي قالتلي هي اللي جبت قالي البندقية دي وانا فاكر كنا في اسكندرية كنت صغير كان عندي حوالي 11 سنة قالتلي بص السلاح ما فيهوش هزار في فرح قالتلي ما فيهاش هزار تطلع طلقة تيجي في عين حد تيجي في رجلة حد في رقبة حد تبقى مصيبة فلازم نتعلم كوي أهي اللي علمتني بيجو ناس بعين أنا أمي أهي اللي علمتني أن أنا أضرب بالأول بالبندقية وإزاي أنشن واظبط سن نملة الدبانة والحاجات اللي زي كده ربنا ديها صحة والله فعلمتني كده دي مسئولية وصولا إلى أنه أصبحت مستخدم شاطر أظم يعني للسلاح المرخص بالمناسبة بتاعي فليتعلمنا كده يا جماعة السلاح ما فيهوش هزار فحركة قبل كده زي ما كنت بقولكه جابت حياة ولد صغير وبالمناسبة دي مش وقع أولى ولا تانية ولا تالتة دايما حصل فقرار الداخلية لازم تبقى أنت فهمه ولازم تبقى أنت مقيده ولازم تبقى أنت بتساعد الداخلية على ده ومش بس علشان تم تأييد القرار من قبل المحكمة لأ ده حفاظا على حياة الناس ممكن بعد إذنكم